موسيقى سلام المسيح معكم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم على نورسا تليليميار اليوم أعيد مار مخايل نقول له مندعي اليوم لمار مخايل المتسلح بكوة الله أنه يدافع عنا بالمعركة بين الخير والشر ويحمي أبناء الله أبناء الرجا أبناء الكنيسة رح نصلي سوا أخوتين تنبلش هالحلقة ليحمينا الرب بهالوطن وبهالعالم يا مار مخايل رئيس الملائكة دافع عنا دافع عنا في المعركة كن عوننا ضد الشر والشيطان وما كان منه وليفرض الله عليه سلطانه نضرع إليك بذلك أنت يا قائد الكوات السماوية ادفع إلى جهنم بكوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهتاك النفوس أمين بسم الأب والابن والروح الكدس إلى واحد أمين أهلا وسهلا فيكم على تيريليميار مشاهدينا بدي أقول أنا اليوم على كلام الأخ نور أن المسيح هو الثائر الكبير هو ثائر الأكبر ثورة ما ورائية ثورة إجا الرب الإله تجسد طي خلصنا خلاص النفوس هيدا عم ننسيه مكين أكتر شيء اليوم ونحن أبناء الكنيسة أولون النفس سمن النفس شيء لا يضاها بيقولوا كل وجع العالم كل حروب العالم كل يأس الدنيا من وقت بلشت البشرية لا لحظة رح تنتهي يمكن ما بتسوي لحظة هلك نفس بجهنم هلقد سمينة ثمن لا متناهي أروحنا أهم شيء عنا يا وهلقد كان حريص الرب هلقد كان صريح معنا يسوع إنه كان بده خلاصنا خلاص روحنا إلى الأبد معه مع الخير بقى الدعوة اليوم إخوتي إنه كل واحد مننا مطرح ما هو يجاهد مطرح ما هو يغير العالم يغير الأنفس حواليه نشهد لحقيقة اليسوع متل ما هي مع مريم والإدسين ومر ميخايل ها هي دعوتنا أنا بس بدي أقول تحية كبيرة من القلب للبطرك المريمي الثائر البطل بطرك بشارق الراعي اللي هو وقف وقفة حقيقة يعني أنا بتذكرني بالبابا القديس بيوس الخامس وقت كان فيه جيوش جحاف للأعداء فيتي على روما وطلب من كل الشعب يصلي الوردية معه ومع الأم السماوية انتصر بشكل عجائبي متل العادي وأكيد مريم رح تنتصر معنا اليوم بهالوطن وشرارة الروح القدس رح تنتقل من لبنان إلى العالم مع مريم مع البطرقنا مع كنيستنا المؤدسة مع يسوع المسيح رب الخلاص منقلكون أهلا وسهلا فيكم اليوم مجرد ميرنا صباح الخير دومينيك يعني من بعد غياب ثلاث جماع أحداث كتيري ما رأيت بهذا ثلاث جماع اليوم قائع عم تعلن ثورة غير عن كل الثورات يعني اليوم من بالشي بثورة الحب ثورة بتمثلنا ثورة بتشبهنا بتشبهها لمحطة يلي ما بتضخ إلا صلوات وتراتيل وترانيم وتهليل بتمجد أبينا السماوي وأمنا مريم العدرة اليوم نحنا عاملين هيكي اللقاء مع سيداتنا هالمجتمع عملوا ثورة على طريقتهم ميا برهوش وكريستيان يونس شاية مجروحة فيكن اتنينتكن نحنا نعرف خلالها ثلاث جماع صار في كتير أحاديث وصار في كتير ميساجات تتنقل على مواقع التواصل الاجتماعي بس اللي لمسني هني ميساج وصلتني من كريستيان وميساج وصلتني من ميا ميساج كريستيان كانت عم تشدد المسيحية بقوة غير طبيعية وما بتتخيلي شو في عالم التلفلني قد ما برمت هالمساج وتقللي يا ميرنا عطيتينا رجا بعطي لنا هالمساج وكلهم كانوا حبين نتعرفوا عليك صو اليوم نحنا على تيلي لميير رح تشوفوا كريستيان يونس ياللي كانت عم تبس الرجا والأمل لكل اللي كانوا بحاجة لإلهم بهالفترة وكذلك الأمر ميا برهوش ياللي وصل منا مساج صلوات رائعة جدا اختصرت كل الاشياء اللي بحب يسوع وإمن العذرة نتوجه فيها لإلون وكمان كانت العالم عم تحاول تعود عن كل شي عم تحضروا على التلفزيون من صريخ وأصوات وضجيج نحنا كلنا نعرف يسوع ما بيحكي بالضجيجة يسوع بيحكي بالرواء كمان ميا بدي نحكي سوا من وين اجت الفكرة وكيف تم التواصل أول شي بترك الكلام لإلكميات فضل مرسي وشكرا يا رب انه قاعدين هالقعدة الحلوة اليوم متل ما قالت اميرنا من ورا سخوبة الأوضاع اللي عشناها عايشين صار وقت نرجع لربنا ونشوف نحنا ويننا بها السورة كله وبها الوضع كله من الرب من علاقتنا مع الرب من هون اجت الفكرة انه نرجع نتطلع انه اهين شي مش انه نتفلسف ونحلل اهين شي المرجعية اللي هي الكتاب المقدس الرب يسوع وامنا مريم العذرة اجت الفكرة انه نرجع نوصل مساج متل ما بيوصلوه هلا اني بتشوفي عم تتداول على التواصل على الفيسبوك وهو كلن شو قال فلين او فليتين ما رح نسميهم من المنجمين وبرافو معو حق وصح وما بعرف شو اه مظبوط يعني صار قوي طيب فكرنا انه طيب امنا مريم العذرة قالت كتير اشي لين احنا ما منتطلع ومنقول اي مظبوط صارت وخيشو قوي من هون اجت الفكرة لانه بتزعلي بتزعلي منها بتزعلي لما نتلاقي الاشخاص عم يلتهو بعالم ما بعرف سوبرفيسيال بالمنجمين لما نعننا كلام موسق من الكنيسة ظهورات مسببتة اجت العذرة تلات مرات اربع مرات اول مرة بلاسالات تاني مرة بلورد بفاطمة وبأكيتا عم بتقول نفس المساج وصار من ظهورات فاطمة وقت اللي عم نتلون الورنينج اول مرة انه رح يصير الحرب العالمية الاولى صارت الحرب العالمية التانية صارت تب ما كل الاشياء اللي عم تقول العذرة عم بتصير لان احنا ما بدنا نسكر دينتنا عليها هيدا الواجع هلأ مش انهاك حبينا نرجع نذكر على سبيل التذكير نحنا ما عم نخترع عم ننقل احنا نحنا 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 نانقل رسالة اللي تبدون لنزيد ولا نقلل كل شيء عملتو مياه أنه إشياء مكتوبة موسطقة على الورقة والقلم أنتو عملتوها فويس بطريقة دوكومنتر فيديو موتاج صغير عشر دقايق عشر دقايق يعني الواحد إذا يقول بده يصلي يمكن ما عنده وقت يقرأ هالكتب وقد يدور يقول وين نين بجيب هالرسالة وين بجيب هالمساج اللي عدري عطتو أنتو جمعتوهم كلهم وعملتوهم نوع من الدوكومنتر فويس ونقلتوها يعني ما عملتو شيء خارق عن الطبيعة مية بالمية لأنه في كتير عالم بتقلك أنا بدي صلي بس ما بعرف صلي وصدقيني ميرنا وقت البعثني تفاجأت بكتير عالم ردوا علي أنه عم تحكي عن الوردية شو يعني الوردية تخيلي بس مش بنيجاتيفيتات عم بيقولوا لي بليز حط بوست فسري شو يعني الوردية تتطلع بتقولي طيب نحنا جماعة تلاليوميار واللي بيسمعوا تلاليوميار معودين أنه هاي دي صار دي باسي بنعرفها لا فإذا المساجنا قلوا واقعوا ومهم وعم بواكب السورة المدنية نحنا عم نعمل ثورة المسبح الوردية عم بتواكب السورة المدنية العالم المنا قادرة تنزل على الطرقات تصرخ وتعيد فيها تعمل ثورة ببيتها تحمل مسبحتها اللي هي أحلى سلاح برجع أنا بحكي شوية بكلام السلاح والجنود هي سلاح 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 حتيتنا هي العضرة مضبوط فإذا نحنا بإختصار تما طول هيدا الفيديو عشر دقائق فيكم تعملوا ببوز مطرح مبادكن بيبلش بإختصار برسالة فاطمة ورسالة أكيتا يلي هن نفس الشيء ولكن واحدة بألف وتسعمائة وسبع عش تاني بألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين نفس الكلام عم يقال وعم كأنه العضرة عم تترجينا انه بليز اسمعوا وبنبعده منفوت بصلاوات طلبتها أمنا مريم العضرة وطلبها الملك ميخايل دومينيك هني علموهم لولاد فاطمة لحتى نقدر نرجع نصليهم معنا كما فيك تتسمعي وتحطي بوز أو تحفظيهم من بعد طلبات العضرة اللي هي المسبحة الوردية يلي معمول كتير مننا فنحنا ما فتنا بشي دجا معمول جربنا ننقل شي جديد هيدا بأختصار أنا بس بدي أقول بدي أعاكب على كلام مية انه هيدا الفيديو موجود على بيج فيسبوك اسمه ميريز هارت أو قلب مريم بس هي بيلاقوها بالإنجليزي ميريز هارت وهالفيديو عشر دقايق وعنوانه التكرس لقلب مريم الطاهر بنعطي مثل ما قلت الرسالة وبعدين كيف نتكرس العنوين الكبير مثل العادة هي الصلاة الوردية اليومية اللي هي تكريم مريم العضرة اللي هي من صلب إيماننا المسيحي التاني شي عايش الصليب وهذا يمكن أكتر شي عايزينه اليوم نكون مثل إذا بدنا نشبه يسوع بدنا نلحق يسوع بدنا نتبعه مطرح ما هو وكيف ما هو تصرف نمط يسوع اللي هو الصليب يعني نقدم الصوم التضحية التكفير حتى الألم اللي بتجينا بطريقة يمكن هايك عفوية نقدمها للرب نرفعها وهيدا كله بيقدسنا ومش بس هايك بيفوتنا بمنظومة الخلاص يعني بنصير نحنا شركة الفداء هي كلمة كبيرة أكيد منبع الفداء هو يسوع وأساسه بس نحنا بمحبته برحمته الله متناهي سمح لنا إنه نساعد إذا صلينا هالوردية إذا قدمنا هالصوم حدا يمكن بالصين بيخلاص يمكن هالثورة اللي عم بتصير يمكن بالأراضي المؤدسة الله يجيرها لخلاص النفوس بقى هلقدم همة متل ما أنا بأول بالمؤدم يميرنا إنه هالسلام الملائك من كبه اللي هو بيخلص الأرض متل ما خلصها بأول لحظة مع الملك جبرايل هيدا بيساعد نحنا وبيساعد الجسد السري المتكامل أمين دومينيك بدي أرجع بعد شوية مية لقليك بس بدي أتواجه لكريستيان كريستيان كنتي عم بتقليلي عم بتتواجه دي عالترقات لثلاثة أربعة بعد نص ليل عم بتصلي كنتي عم تعملي ثورة حب ثورة صلاة ثورة محبة ثورة رجع وإجا فجأة فويس منذ تلتعش تلتعش أكدنا على الوقت بدي أعرف شو سبب هالفويس ليش انطفضت كريستيان وبلش تتوزع هالفويس بقلبي كميرنا بقلب الجميع بقلب المشاهدين المستمعين اللي قلنا بهذا الوقت سبحان الله اللي انت انتبهتي على الوقت وأنا كمانا بعدين ومبارح عم بتطلع قيت كمانا بنهار تلتعش من الثورة أنا بعدت الفويس قلت يتمجد اسمك يا راب حقيقة رابنا كتير بيحكي بالوقت بيحكي بالدات بالتاريخ ليه بعدتوا بهذا نهار أنا كنت قبل بيوم بدي أبعدوا بس بصراحة بكل بساطة غطت حمامي بيضة عندي على البالكون الدائلة ساكنة بهذا البيت عشرين سنة ولا مرة شفت وضلت من الصبح لتنتين ونص بعد الظهر التهت فيا ومعت بعدت الفويس بس تاني يوم المساجات اللي تصلي والتليفونات اللي اجتنا شي شعل بقلبي معت فيه بصراحة بعدت هيدا الفويس بعدت هيدا الفويس بيقلمة بصراحة خاصة من مؤمنين ملتزمين بيوم بيصلي وخيفانين حتى في ناس كانوا مؤمنين حسوا حالوا لأنه هني كتير خاطين وكتير كفرة صار في ضياع كتير وهيدا شي اللي خلاني أنه أنا مش بس بس بعدت الفويس لأن أنا كتا عم بنزل على الأرض كل يوم يعني أكتر نهار فليت فيه بكير ثلاثة ونص بعد الرحمة اللي هي في الخمس ونص ستة الصبح ستة ونص الصبح كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم أول يوم نزلنا بشكر الله عاخوة بيسوع المسيح اللي نزلنا حملنا مسابحنا في شيء اندفاع أول شيء كان فيه فرح يعني كان فيه سلام وبعثنا مساج وعى الواتسابات انه حملوا المسابح ونزلوا زرعوا ورديتكن على الطرقات هيدا هو الشيء وصلينا بعز العجقة والصرخات وحتى كانت الشتايم حولينا ونحن عم نصلي الوردية بسلام ما عم تطلع ليش انه شو عم بيصير بس بنفس الوقت أنا وعطة أنا وبين الناس فيه شابية بصغيرة عم بتسب طلعت فيهم قلت لهم ما تسبوا انتوا صورة الله على الأرض ما تسبوا تضحك وتبسم وما زعلوا مني وبيبصوني براسي بنفس الوقت صرت لحن على معهم يعني هني اللحن لهيدي السيمفونية اللي مشيت بنفس الوقت قلت لهم يسوع والعذرة بيزعلوا ما تسبوا فرحوا أنا كمسيحية أنا ككريستيان أنا عشت الألم وبعز الألم بعز الخطر اللي كان قبالي كنت حملي صليبي بفرح هلأ لبنان عم بيقطع بشي كتير كبير وشي أكبر مننا كلنا بس منه أكبر من الله بهيدا شي هيدا الصليب هو صليب خلاص نحمله كمؤمنين كلنا سوا بسلام وبفرح للأسف اللي صرت عم شوفه أنا من الناس بعرفهم كتير رائعين فجأة فقد الفرح على وجوهن السلام من شو خيفنين وانا كنت كلامي لكذا شخص يعني عم بحكي هالشي اختبرته بكل النواحي قلت لهم يعمل لا خيفنين لا مسروق سلامكن ما زال وسقين هالقد بسلاتكن ربنا رح يستجيب هيدا الشي اللي كنت عم بنزل كدنا ننزل بين الناس وبعد شوية نطلع قدام كنيسة مارشاربيل نعمل هيك نوب روم روم وهيشوا كتير ناس يصلوا صغار كبار بالعمق ويفرحوا وصاروا كل يوم يدقوا لنا وهلأ ماتا نزلين تصلوا في كتير عالم شباب قاعدين كتنا عم نصلي مسبحة وأنا بدأ احكيها بكل بساطة وكل تجرد شباب ماشين شاب حامل كاس الوسكة عم بيشرب دقينا عم نصلي المسبحة اجا صلنا معنا بيت مسبحة وقال لي بليس فيه اخد هالمسبحة علقه برقبته هاي الشه هاده لالله هيد الرحمة اللي بدنا نسكبه مني وجر انا ممنوع دين وبنفس الوقت فيه قلم على كل المحابر القلم اول شي صوت الله اللي هلأ عم يصرخ القلم اللي عم يصرخ لقلم المرض قلم الوجع قلم الظلم قلم فيه ناس من هاني كرم فيه كل شي ونفس الوقت فيه قلم كتير كبير عن ناس اللي هي فيه بايدة السلطات واغنية بس هني اضعف شي هلأ هني افقر شي هلأ وهو اللي كتير بوجع القلب وكانت صلاتنا كل يوم تنسكب على كل العالم على الرؤسة على الوزراء على النواب على الجيش على المتظاهرين تما يدخل العدو لانه العدو مش خيل انسان اذا معه حقه العدو اللي هو المربولوس المعركة مش مع اللحم والدم المعركة بارواح كتير شريرة بالفضاء بس عقب عليك كريستيان وميا انو معفز انتبهتو خلالها اللي احنا رح يصرنا 22-23 نهار على المظاهرة اكيد فيه رحمة واكيد فيه يد الهية اكيد فيه شي مخطط اكبر ما نحنا ممكن نتصوره اكيد الام سهراني هالام السماوية شباب يعني بتقولي داما الشباب قدم محامة يعني بلحظة بيقدر يعمل مشكل بلحظة بيقدر يدرب كف كانت الشباب حقيقة فيه نوع من السلام او فيه ايادة ايادة خفية عم تمنع من انو يصير مشكل اكبر من هيك ببلاد العالمية عم تلاحظوا مؤخرا باسبانيا تكسرت مدينة توراسية تكسرت بطريقة هماجية بيقولوا هايدي بلاد حضارية هايدي بلاد ثقافية هايدي بلاد ما فيها حرب عم تلاحظي هالشباب لانو منرجع مقول ما بدنا ندين بس لانو يمكن من سكبت صلة قوة صلة متل ما نسكب هوني يعني نحنا هودا الاشياء ما شفنيها في كنايس كانت عم تصمد لاربان في متل كون كريسيان جروب دي بريير موجودين على الارض حملي صلوات متل كمية شفنيك كزا مرة على التليميزيون حملي عالم البنان حملي عالم البنان حقيقا كان في قوة ما حدا شايفة العالم كانت متماسكة بصلاواتها بس نقول بس نقول ان يون دي برييري عنجات كان في واحدة صلة دومينيك شو تعليقك انا ايو في اشخاص كتير هايك متل دوب هالظلمة كلها اللي حملين مسابحهم نحنا بنقول مسابحنا بتلمع بالظلمة ولمعت 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 ناس مش سمعين بالصلاة ويقطعوا من حدنا يوطوا راسهم يصلوا ايدهم عوجهم سرنا تبسم انه ما في قربان ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه بس فيه سلعة يعني حضور الله كان موجود على الارض بس سوري بدي قليك تقولي ما بدنا ندين اكيد نحنا ما بدنا بس اوقات في حكمة لكلمة الحق بدا تنحكها هيدا هون بيجي عمل الروح القدس وبهذا الزمن قدامهم نفتح عقلنا وقلبنا لصوت الروح القدس قدي لازم نسلم المعركة للعذرة اللي هي تحطها بقلب يسوع لما المخائلة اليوم عيدوا يعني انا للأسف شفت اشياء كتير بتقلم بس نفس الوقت قلت له يا رب انا عم صلي بس حسي حالي انا كتير ضعيفة ما رح قدر اعمل شي بس بعرف انت رح تقدر تعمل مجرد انا بضعفي سلمتك يا انت بتعمل بتظهر قوة كتير كبيرة بصراحة اللي قلت عنه الحب والرحم اللي شفت عالطريق بين الشبيبة كان كتير رائع كان كتير رائع يعني انا اللي زمان مني شايفي هالسلام على الطريق هيدا الوجه يتنظر مشكل العالم شفوها كريستيان ميا شو تعقيبك عالموضوع كان عندي شغلتان او ثلاثة لانه انا من اللي نزله كمان عالطريق اللي عم بتقوليه كريستيان مزبوط في بيتاني نهار ثورة كانت بعدها منها كتير منظمة قالوا يا شاب بليز اعطينا الميكرو لانه لحظت كتير اشياء والشباب كله موجودة وهايد قالت لهم يا شباب بتكبر القلب لانه هي اول مرة الشعب بينطفت بسلام وبتنظيم وبمحبة وبمساعدة بتلاقي شفنا ست نزلت كيس ساندوشات هالقدي عتيتهم من بيتا شفنا شباب وصبايا بدون ما حدا يقول لهم مسكوا كيس سبالي وبلشوا يبرموا صار فيه اورجانيسيون مع ضحكة وسلام يعني هيدا شيء كان رائع ست الميكرو وقلتو شفوه يمكن على التليفزيون يوتيوب حتى نلفت النظر انه نحنا شعب الله نحنا شعب الله مش رح فوت السياسة لانها وجهت كلمة لحدا وقلت لهم انه سقطت العحزاب بقلب الله لانه لبنان شعب الله عرفت فشغلة تانية بس بدي ارجع له هي تلتعاش 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 حكيته كتير عن تلتعاش هلا اكيد مشاهدين تلالوميار بيعرفوا كتير ولكن انا اليوم تعيد كتير من اصحابي من غير تلالوميار لانه نحنا بدنا ننور العالم نحنا الضوء يلي ما بدو يقعد تحت الطاولة بدو يطلع هلا الي حابب يتضوى فيه بيقدر نحنا علينا نكون عم نقول تلتعاش دومينيك بدي احكي شوي انا وياك عليه خلينا ننظر شوي نعمل قراءة اذا بدك قراءة مش سبريتوال بس سور ناتورال الاحداث اللي صارت كريستيان انت تلتعاش تلتعاش بعتتي وانهار تلتعاش اذا بتعرفوا انو نهار تلتعاش كان اللبنان كله عم بصلي للي عم يسقلوا شو هيدا تلتعاش إليلنا اميرنا شو تلتعاش عيد شو فاتيما كانت 13 فيza 2020 اول هيدا ذكرى ظهور فاطمة وعجوبة الشمس فإذا نحنا عجوبة الشمس اللي صارت بفاطمة هي كانت بثلتعاش اكتابر نحنا بثلتعاش اكتابر باللبنانش كن عم نصلي مع كنا كلنا عم نصلي والعالم عم يصلي من بعد يومين 15 اندلعت الحرايق خلينا نعمل كمين كراءة ربانية اندلعت الحرايق والحريقة إذا بتقريه النار هي الروح القدس النار هي التطهير الإبراسيون يعني الرب عم يعطينا نوع من انزار بده يصير فيه تطهير ولكن أنا معكم كيف عطانا أنه أنا معكم ما قدروا يطفوا شتة الدنيا والأرصاد الجوية ب30 و35 درجة ولا نقطة شتة وما فرق بين هالمنطقة وهالمنطقة شتة على الكل يعني ربنا عم بيحضرنا للثورة يومين من بعده لديسات كمان ليومين مهمة لديسات أكتوبر 17-20 انطلقت الثورة اللي هي أنا بقرية صورة تطهير المجتمع اللبناني بأخلاقه وبي إذا بديك طريقة تفكيره لأنه أوكي فيه سياسي وفيه أحزاب وفيه سلطات لازم تتطهر وفيه كمانا شو بقوله هدر وكذب وسرقه واللي بديكيه ولكن تنبعد أكتر شوي هي تطهير الفكر والأخلاق لنعطي شعب متحضر دومينيك خبرنا شوي عن قصتها 13 لأن في كتير ما بيعرفوا يعني هي 13 نحنا بنقول دائما أنه العذرة هي الرسول 13 وهي واتسلمها أنه هي أمنا على الصليب اللي هي آخر وصيل للرب تعرفي آخر وصيل لأنه هي أهم وصيل حدا بيعطيها لأحبائه هزي أمكم وكرس الرسول الموجودة اللي أحب شي على قلب الله اللي هو ماريو حنى وهي كرسنا جميعا هي كان أول تكريس على الصليب وصارت من وقتها هالأم السماوية مسؤولة عن الرسول بما كان يسوى وهي اجتزبت الروح الأدس بالعلية هي كانت المرشدة والمدبرة حتى اليوم لها اللحظة رقم 13 بكل زهورات العذرة بيجي 13 يعني 13 13 13 زهورات فاطمة 6 زهورات 13 أكيتا 73 13 أكتوبر مثل زهور الشمس 13 فعنو سوري دومنيك عم أطشك بس بور البارانتاز 13 بالبلدين أنا عشت في كندا يعتبر رقم بورت مالور أنا كنت عيش ببناي فيها 20 طابق تنقلي 11 12 14 اي بس هيدا المشكلة هون هون الخوف يمكن على الثورة ما أنا بدي يكتفصل اي يعني نحنا كل 13 أكتوبر بنعمل صلاة الوردية العالمية ومنعمل أعمال سجود للأربان اللي صار بهالثورة كريسيان كمان انت شفتها وهيدا أكيد شكر من القلب للبطرق ولكلها الكهنة الأمناء اللي قاموا بأعمال يعني كمان بعد مرة عند أبعاد أبدية عملوا سجودات للأربان بتعرفي بيقولوا السجود للأربان كل لحظة كل ثانية منقعد فيها قدام الأربان مراتبنا بالسماء بيقول أحد الأديسين بتعلى بطريقة لا تضاهى يعني ويمكن في شو اسمه هلا بيرجع اسمه على بالي مفكر كاتوليكي بيقول انه اديش السلاح النوبي مدمر اديش السجود للأربان بيبني يعني كارن هالبرالال بين هالشغلتان سجود للأربان سجود للأربان سجود للأربان حاضر كان سمي يا سنته الإله الخفى بالأربان فيه كهنة أمناء وأكتريتهم أكيد أمناء بس فيه ناس آمن بالمبادرة اليوم المطلوب بيقول الرب بسفر التسنية 2 إذا الشعبي الذي دعي اسبي عليهم مين؟ المسيحيين تابوا رجعوا عن خطيئتهم وينحنوا على الأرض أنا أبرئ أرضهم وأعفو عنهم يعني هذا المطلوب اليوم المطلوب يعني يكون فيه 24-24 سجود المطلوب يكون فيه 24-24 بالرعية صلاة وردية متطالية يكون فيه اعترافات مربولوس كي نقول الرب قاتي بأول كارن يعني جاي هسوع منعيش بهالرجع إنه جاي بكل لحظة جاي دومينيك اللي عم تحكي كتير كتير حلو وكمان بيضل نقول لازم دايما نتشدد نكون مع بعضنا يعني بأي محنة بأي أزمة واللي صار كان إثبات خلال هالأزمة اللي عم نعيشها وإن شاء الله بتنتهي عخير هو أنه عم نشدد بعضنا وهذا هو وجودنا اليوم بدنا ناخد بريك